بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال باب لا يقال السلام على الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون السلام على الله من عباده السلام على جبرائيل وميكائيل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام فإن الله هو السلام ومنه السلام ولكن قولوا التحيات لله والطيبات فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله من عباده وبيّن أن ذلك لأن الله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى فالسلام من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو السالم من النقاع صيء والعيوب الموصوف بكل كمال وجلال سبحانه وتعالى ولكن قولوا التحيات التحيات هي التعظيمات التحيات لله أي التعظيمات كلها لله سبحانه وتعالى ملكاً واستحقاقاً نعم باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام نعم نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقول أن يقولوا السلام على الله من عباده وبيّن أن ذلك لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى فلا يقال السلام على الله هنا قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قال وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان الحديث وفي آخره ذكر التشهد الأخير ورواه الترمذي من حديث الأسود ابن يزيد عن ابن مسعود وذكر في الحديث سبباً نهي عن ذلك بقوله فإن الله هو السلام ومنه السلام نعم هذا ما ورد في هذا الشأن أنهم كانوا في أول الأمر يقولون السلام على الله من عباده فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقولوا السلام على الله من عباده لأن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات مطيبات والصلوات هي التعظيمات فالله جل وعلا هو المستحق للتعظيم المطلق فيقال تحيات أي التعظيمات كلها لله ملكاً واستحقاقاً نعم وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله فإن الله هو السلام ومنه السلام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثاً ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام نعم هذا المشروع أن المسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة فإنه أول ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لأن الإنسان عرضه للنقص والخلل فالمسلم شرع له أن يقول ذلك ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة كما قال تعالى سلام قولاً من رب الرحيم فالرب سبحانه يسلم على أهل الجنة فيقول سلام قولاً من رب يقول لأهل الجنة سلام قولاً من رب رحيم نعم ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص نعم ولذلك لا يقال السلام على الله من عباده وإنما يقال التحيات لله أي جميع التحظيمات لله سبحانه وتعالى هذا هو البديل المشروع الذي استمر عليه عمل المسلمين من وقت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا التحيات لله بل في آخر الصلاة يقولون التحيات لله والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيسلمون على كل عبد صالح في السماء أو في الأرض بهذه التحيات الطيبة المباركة نعم قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية وهو معنى السلام المطلوب عند التحية وفيه قولان مشهوران الأول أن الله عز وجل هو السلام ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل السلام دون غيره من الأسماء الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء قال العلامة ابن القيم رحمه الله وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي أن حق من دع الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه نعم هذا هو البيان الكافي في هذا الأمر وهو أن هذا اللفظ جامع لكل أنواع الخير وكل أنواع البركة فإذا جاء به المسلم لاسيما عقيب الصلاة كان مرجوا أن يحصل على هذا الخير العظيم الذي يتضمنه هذا اللفظ المبارك وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم نعم اعترف العبد على نفسه أنه ظلمها بمعنى أنه عرض نفسه لغضب الله فهو يريد أن ينقذ نفسه من ذلك فيأتي بهذا اللفظ المبارك الطيب الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته نعم فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اغفر لي وارحمني يطلب من ربه المغفرة والرحمة ثم يتوسل إليه باسمه إنك أنت الغفور الرحيم هذا حري يستجاب منه الدعاء إذا أتا به نعم فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فأنت الذي تعطي السلامة وهو السلامة لعبادك فهذا هو أجل ما يقال في هذا الموقف وهو ما بعد السلام من الفريضة نعم فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة فائدة عظيمة أن تتوسل إلى الله باسما من أسمائه فتقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه فمن ذلك قولك سلمك الله ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده نعم يدعونه في أشد الأحوال وأشد الكربات حينما يمشون على الصراط وهو الجسر المنصوب بين الجنة والنار فالمسلمون المؤمنون ينجون من هذا الصراط إلى الجنة إلى الجنة وأما الكفار والمنافقون فإنهم يسقطون من عام على هذا الجسر إلى النار والعياذ بالله فهذا الموقف وهو المرور على الصراط موقف عظيم ولهذا يقول الأنبياء في هذا الموقف اللهم سلم سلم أي سلم عبارك المؤمنين في حال المرور على هذا الصراط الذي الذي هو بين الجنة والنار فمن سقط منه سقط في النار والعياذ بالله ومن تجاوزه فأفأ إلى الجنة فهذا دعاء عظيم والأنبياء يدعون الله فيقول أن اللهم سلم سلم حين المرور على الصراط ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هذا مثل للشرك والتوحيد فالعبد إذا كان يدعو شركاء كثيرين وبينهم شقاق فهذا لا يسلم والعياذ بالله وأما إذا دعاء إلها واحدا وتوسل باسم من أسمائه اللهم أنت السلام ومنك السلام فهذا ينجو بإذن الله ينجو في المرور على الصراط المرور على الصراط الصراط تحظن ومزلة تحظن ومزلة وهو بين الجنة والنار ولكن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيمرون على الصراط بسلامة إلى الجنة يعبرون إلى الجنة وأما الكفار والمنافقون فإنهم والعياذ بالله يسقطون من هذا الصراط الذي هو أحر من الجمر وادق من السيف يسقطون إلى النار نعم قال تعالى ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل أي خالصاً له وحده لا يملكه معه غيره ومنه نعم نعم فالعبد إذا كان يملكه عدة سياد فإنه يتحير ولا يدري من يرضي منهم وإذا كان له سيد واحد فإنه يعرف مقاصده ويعرف ما يرضيه فيسهل عليه الأمر وينجو من العذاب ويمر على الصراط بسلامة يعبر إلى الجنة نعم ومنه السلم ضد الحرب لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أدى الآخر ولهذا بني فيه على المفاعلة فقيل المسالمة مثل المشاركة نعم ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو السالم من الدغل والعيب نعم ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب وحقيقته وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات نعم بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك نعم فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل أي فيه هذا الباب نعم الأولى تفسير السلام تفسير السلام وأنه السلامة من العيوب والنقايص نعم الثانية أنه تحية تحية أهل الجنة كما قال جل وعلا تحيتهم فيها سلام نعم الثالثة أنها لا تصلح أنها لا تصلح لله نعم الرابعة العلة في ذلك نعم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام هذا هي العلة في أن نهي عن ذلك نعم الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات هذا البديل الصالح الذي يقوله المسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين